لا جديد يذكر ولا قديم يعاد أزمة الكهربائية تحل ضيثا ثقيلا من جديد مع دخول فصل الصيف تراجع واضح في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في النجف التي شكها مواطنوها من تكرار هذه الأزمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة كهربائية تأثر سلبا حتى على كل شيء بالحياة يعني تجهيزها كل شيء قديم ساعتين بأربع ساعات انقطاع بالاضافة لأنه بالصيف أنه كثرة الأجهزة الكهربائية تأثر على المحاولات الكهربائية اللي يصير انقطاع واللي يصير عطلات ويعني فالشيء كل شيء متعب بالناس يعني أبسط الدول الفقيرة الكهرباء عدها متوفر والعراق جاي عاني من هذه المشكلة وجاي تنصرف مليارات على الكهرباء وما جاي ينفذوننا وكل سنة هاي الوعود وكل وزير يجي يواعد الناس وواعد المواطنين ويخلفون بهذا الشيء أضرار تردي الطاقة الكهربائية لا تستثني أحدا إلا إنها تكون أكثر وقعا على أصحاب المهن والحرف والمحال التجارية الذين يعتمد عملهم على استمرار الطاقة الكهربائية المفقودة في وقت رمت فيه الحكومة المحلية في النجف الكرة في ملعب وزارة الكهرباء مطالبة إياها بحصتها من الطاقة كاملة هنا عدنا بالمدينة الصناعية هم كهرباء جاي قطعون خلي ينطون ولو له للمولدات يطون مثلا قاز خلي دعمونا بالقاز إذا كهرباء جاي تنقطع عدنا يطون الصاحبين مولدات يدعمونا بالقاز لأن هم مصرف ثاني له للمولدات وله للمحالات يقول متابعونه إن تردي الكهرباء في العراق لم يعد مستغربا فالفساد وفشل الحكومات المتعقبة في إيجاد الحلول خلف تركة ثقيلة من المشاكل التي ما زالت علقة إلى حين اليوم من النجف محمد رزاق قناة التغيير